السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أخوكم محمد حدايدي كيف شكل التطبيقات؟ حلو صح؟ تقدر تعين أي صورة لأي تطبيق عنده هذا حيكون الجزء الأول من الشرح الجزء الآخر أفضل تطبيقات الوجه على جهاز الآيفون بعد التحديث للآي او اس 14 فتابع الشرح معي وقبل تتحمس جميع روابط التطبيقات اللي حتكلم عنها موجودة بصندوق الوصف أسفل الفيديو روابط التحميل يلا نبدأ الفيديو مع بعض طيب يا أخوان هذا تعريف بسيط فقط في البداية عشان تكون فاهم إحنا إيش قاعدين نسوي النوتس اللي هي الملاحظات لو ضغط عليها بيحوينا الملاحظات الآيفون الكالكلياتر اللي هو الآلة الحاسبة مباشرة بيفتح الآلة الحاسبة الخاصة بالآيفون كذلك الكاميرا كذلك تطبيق اليوتيوب بيفتح كذلك اليوتيوب وهذا تطبيق أيضا تويتر بيفتح مباشرة تطبيق تويتر كذلك الانستجرام سنابشات جوجل ماب الخرائط الواتساب سجل المكالمات أو الهاتف أو الاتصال الرسالة النصية الإيميل الطريقة جدا سهلة وبسيطة كلها عن طريق تطبيق الاختصارات الموجودة عندك على جهازك الآيفون صور هذه التطبيقات هذه على حسب مزاجك إدن إن شاء الله يراب تحط صورتك أنت ما عندك أي إشكالية حطها على أي تطبيق يعني اختيار الصورة لك كامل الحرية في اختيار أي صورة أدخل جوجل وأكتب الصورة اللي تبغاها وجيب الأيقونة حقتها يعني مثلا عشان تاخد أيقونات زي حق تطبيقات التواصل الاجتماعي أكتب تويتر بي إن جي بتظهر معك وليش نروح بعيد خلينا نجربها مع بعض أدخل على بحث جوجل وأكتب نفس الشي اللي هو تويتر بي إن جي أو إنستجرام بي إن جي وتروح لخانة الصور وتحمل الصورة اللي تعجبك طيب خلصنا الآن من سالفة الصور أصبح عندك صور للتطبيقات اللي أنت حابب تخليها بهذا الشكل طيب إيش عليك تسويه الآن تروح إلى تطبيق الاختصارات تفتح تطبيق الاختصارات عادي جدا علامة الزائد من الأعلى بعدها حيصير عندك اختصار جديد بتضغط على إضافة إجراء في خانة البحث حتكتب فتح التطبيق حيظهر معك مباشرة فتح التطبيق بتختاره الآن جاك اختيار إيش هو التطبيق اللي أنت حابب تتغير أيقونته أو صورته الخارجية على سبيل المثال بختار تطبيقي أنا محمد حدايدي وهذه بالمناسبة لو أنت محمد تطبيقي حمله لأنه في المليء بالمعلومات والشروحات حنختار التطبيق طب محمد حدايدي ممكن يكون تويتر انستجرام سناب شات أي تطبيق عندك على الجهاز بعدها بتختار الثلاث نقاط هنا بتختار إضافة إلى الشاشة الرئيسية تظهر عندك هذه الأيقونة حتضغط عليها الآن اختيار صورة حيفتح لك ألبوم الصور وعلى سبيل المثال باختار صورتي بما أنه تطبيقي وبسوي اختيار الآن بسمي اسم التطبيق اللي هو حيكون ظاهر على اسم التطبيق يعني ممكن تطبيق تويتر ممكن ما تسمي تويتر سمي أي شيء وممكن تخلي تويتر زي ما هو فأنا بخلي نفس اسم التطبيق وبعدها بضغط على إضافة هذا الاسم اللي حيكون لنفس الاختصار موجود عندك في قائمة الاختصارات يعني سمي أي شيء بعدها تم والآن تم الآن لو خرجنا إلى الشاشة حنلاقي عندنا تطبيق محمد حدايدي بهذه الصورة اللي احنا اخترناها لو فكنا التطبيق مباشرة حيفتح تطبيق محمد حدايدي من هنا تقدر تروح الرئيسية من هنا قسم المراجعات من هنا تقدر تروح لآخر الفيديوهات في قناتي باليوتيوب ومن هنا تطبيقات التواصل الاجتماعي الخاصة فيها ومن هنا قائمة الاستفسارات لو عندك أي استفسار قس على ذلك جميع التطبيقات اللي انت حابب تحول صورتها طيب حيصير عنده هذه الصورة أو هذا الاختصار لكن لسه ما زال عندي تطبيق محمد حدايدي زي ما هو طيب كل تطبيق حتسويه تطبيق الأساسي ما حينلاعب فيه يعني تويتر أنا عندي نفس تويتر موجود زي ما هو ولكن كلها جمعتها في مجلد واحد وأصبح تعتمد على الاختصارات اللي أنا مسويها سناب شات انستجرام تويتر وإلى آخر وبكده نكون خلصنا طريقة تغيير شكل أيقونات جميعها أعطيك مثال آخر على السريع هذا التطبيق خاص فيه لأجهزة شاومي مثلا لللمبات الذكية أقدر أطف النور أولع النور وإلى آخره فأيضا بروح الاختصارات زائد إضافة إجراء بخانة البحث بكتب فتح تطبيق بعدها بختار البرنامج نفسه هذا هو بعدها الثلاث نقاط بعدها إضافة إلى الشاشة الرئيسية بعدها بضغط على الأيقونة نفسها باختار الصورة مثلا اللمبة اختيار بعدها مثلا بحط هوم بعدها إضافة وهنا بخلي مثلا أيضا هوم وبعدها تم بعدها تم أصبح عندي التطبيق موجود الآن هذا التطبيق الرئيسي وهذا التطبيق اللي أنا غيرت أيقونته خلاص بستبدله بحط هذا في المجلد بعدها برجع الصفحة الرئيسية وبحط مكانه الآن أصبح عندي التطبيق مغير أيقونته طيب الآن خلصنا من طريقة تغيير شكل الأيقونات تقدر طبعا تحذف في أي وقت ضغطة مطولة واللي هو حذف المفضلة وانتهى حابب تحذفه من تطبيق الاختصارات حيكون بنفس الشيء حتضغط اللي هو تحديد وتحذف أي اختصار أنت أنشأته لأي تطبيق طيب الآن خلينا نتجه إلى أفضل تطبيقات الوجه عندنا تطبيق بلال في أكثر من شكل يعني لاحظ معايا هذا هو تطبيق بلال ومجرد تحميلك للتطبيق تضغط على أي مكان بالصفحة وبعدها علامة الزائد بالأعلى وبتلاقي اللي هو تطبيق بلال إيش عنده تطبيق بلال عنده اللي هو الوقت المتبقي على الأذان مثلا نجيب لك الفجر مربع بهذا الشكل زي اللي أنا مختاره ممكن تجيب أوقات الصلوات بهذا الشكل وعداد يمشي معاك وممكن تخليها بهذا المقاس قس على ذلك بقية التطبيقات عشان ما أطول بالشرح وأوريك تطبيق تطبيق أنا فقط هستعرض معاك أسماء التطبيقات وإيش بتسوي هذا التطبيقات فعندنا هذا التطبيق بلال مختار هذا الشكل من الأيقونة عندنا هذا التطبيق أيضا اسمه Color Widget لو ضغطنا عليه هتحصل أكثر من خيار والمميز فيه كذلك أنك تقدر تضغط على أي واحد فيهم وتقدر اللي هو تغير الألوان الخاصة فيه بهذا الشكل تقدر تضيف صورة من عندك بدل الخلفية هذه اللي موجودة من ألبوم الصور وبعدها حتضغط على Set Widget اللي هو تعيين الودجت وعلى طول مباشرة بيتغير ويضلو أكثر من شكل مستطيل أو مربع صغير زي هذا والمميز في هذا الودجت أنه يعطينا نسبة البطارية طبعا كل عارفين أنه آيفون إكس وأحدث ما في نسبة البطارية لازم اللي هو تختار من هنا لكن هنا مباشرة حتكون قدامك واضحة لأنه هنا ما فيه لو رحنا للودجت اللي بعده هذا شرحته قبل كم يوم اللي هو تطبيق أذكار أيضا له أكثر من شكل ولو رحنا على اللي بعده هذا التطبيق التقصى العادي اللي موجود على الآيفون طيب هنا البطارية هذه من ضمن اللي موجودة عندك على جهازك الآيفون إيش حيبين لك طبعا أنت لو ما عندك غير آيفون فقط فما حتستفيد منها لأنه الدوائر كلها حتكون مظللة لكن هي أربع أشياء حيعطيك الآيفون حيعطيك ساعة أبل حيعطيك السماعات نفسها حيعطيك علبة السماعات نفسها كل واحد يبين لك اللي هو نسبة البطارية بهذا الشكل عندنا أيضا هذا الإيزي ثيم أيضا فيه أشكال جدا كثير وتقدر أيضا تعدل عليهم ولو انتقلنا إلى هذا التطبيق هذا التطبيق يعطيك عبارات تحفيزية كل يوم في المجال اللي أنت تبغى فأنت لو دخلت عليه هتقدر تختار وتختار أيضا الصورة اللي تكون خلفية لنفس هذا العبارة اللي بتظهر لك كل يوم ومن خانة الكاتيجوري هتحصل اللي هو العبارات تخص إيش فأنت عليك تختار العبارات المحفزة لك في الشيء اللي أنت تحتاجه وآخر شيء في الصفحة الرئيسية عندي اللي هو تطبيق فون إسلام سبق وشرحته بالتفصيل وهنا بيعطيك آخر المواضيع اللي بتكون في فون إسلام يعني هذا أحدث موضوع هو اللي يخص مثلا النقطة البرتقالية والخضراء في تحديث الأيوز 14 وإلى آخر وبكرة لو أنضاف موضوع جديد هتتحول الصورة هنا إلى أحدث موضوع في هذا التطبيق طيب لو رحت عندي مثلا الصفحة الثانية أنا مصميمها بهذا الشكل اللي هو البنوك وما يخص المالية حاطت اللي هو الوجت الخاص ببحث جوجل فهذا الوجت أنا مختارة في هذا الصفحة على شكل مستطيلة فلو نزلت هنا عندي هذا المتصفح هنا عندي الأخبار الخاص في نفس أبل يعني ليس تطبيق من الخارج وهنا عندي اللي هو أيضا الساعات الخاصة بأبل وهنا تطبيق الأسهم أيضا الخاص بأبل ولو انتقلنا إلى الصفحة الثالثة هنا مثلا حاطت الواجهة تطبيق اللي هو حساب عدد ساعات النوم اسمه تطبيق سليب بلاس بلاس هذا اللي فقط لمن يمتلك ساعة أبل ولو سحبت على الأسفل أيضا هذا تطبيق آخر اسمه هيلث فيو هذا هو يعطيك سعراتك الحرارية عدد خطواتك أيضا كم كيلو مشيت وهنا تطبيق أيضا نفسه اللي هو هيلث فيو يعطيك ووجت آخر اللي هو عدد فقط الخطوات وهنا لمن يمتلك ساعة أبل أيضا الخاص بالسعرات الحرارية وإلى آخره وهنا أيضا عدد الخطوات من تطبيق المجاني اسمه هذا هو فهذه الصفحة عندي مصممها صفحات خص اللي هو التطبيقات المتعلقة بالصحة هذه الصفحة فيها كده مجلدات هنا مثلا أبل ميوزيك هنا مثلا آية الكرسي هذه عبارة عن تطبيق ملاحظات أكتب الملاحظة اللي تبغاها وبعدها عينها كوجت أيضا من اللي شفنا في أول الشرح كيف تحط وجت حيظهر اسم التطبيق معاك اسم التطبيق اسمه ميمو وجت اللي هو ميموري أو الذكريات فممكن تكتب أي عبارات أنت تحتاجها أيضا لو نزلنا هذا فون إسلام الشكل العريض هذا اللي هو تطبيق بلال أيضا الشكل العريض وعنده هذا التطبيق كذلك أيضا رائع جدا تقدر تصمم أشياء جدا كثير من خلاله فعندك التقويم بشتى أنواعه تقدر يعني تقدر تتفنم في هذا التطبيق وهذا تطبيق التقصر خاص بأبل وهذه أبل ميوزيك لو رحنا للصفحة اللي بعدها مخليها اللي هي حقة الترفيه مثلا هنا عندنا الأبل تيفي وهنا عندنا اللي هو بودكاست وهنا الأبل ميوزيك وممكن تخصص الصفحة بهذا الشكل مثلا هذا الفوتو بوكس تقدر تعين أي صورة عندك كل عليك تسويه إنك تختار سيليكت إيميج بيفتح لك ألبوم الصور بتختار الصورة اللي تبغاها وبعدها بتعين حجمها حتشوف أيضا اسم التطبيق هذا من ضمن التطبيقات الموجودة عندك في صفحة الوجت وهذا تطبيق آخر أيضا مشابه له اسمه فوتو ووجت أيضا حتختار الصور اللي تحتاجها من ألبوم الصور أيضا هذا الصورة الكبيرة منها وعندنا هذا الصورة العريضة منها جميع هذه التطبيقات حتلاقيها في صفحة الوجت لو ضغط في أي مكان ضغط مطول لو ضغط على علامة الزائد حتحصل كل التطبيقات اللي تم ذكرها قبل شوية يعني هذا تطبيق الذكريات اللي هي الملاحظات هذا تطبيق أيضا الـ وهذا التطبيق المتصفح هذا التطبيق اللي هو البيدومتر تبع الخطوات وكل واحد له أكثر من شكل عليك الشكل اللي يعجبك اختياره كذلك عندك الوان درايف أيضا يدعم الوجت عندك تطبيق اللي هو البريد سبارك يدعم الوجت وعندك يعني حوسة طويلة وحتشوف في الأيام الجاية تطبيقات جدا كثير تدعم الوجت هذه الميزة الجديدة على مستخدمي الآيفون طيب يا أخوان والوجت لو عندك مثلا أكثر من وجت بهذا الشكل عشان توفر مساحة ممكن تضغط عليها ضغطة اللي هو تعديل وبعدها بتجيب على الوجت الأخرى وبتصبح وجت أكثر من وحدة بهذا الشكل ويصير بهذا الشكل تبدل بينهم وتقدر تحط أكثر من وجت بهذه الطريقة فقط تسحب الوجت على الوجت وبيصير عندك أكثر من واحد ويصير تستفيد من الصفحات عندك في الآيفون إن شاء الله كلها هذه التطبيقات بجمع لك هي برابط بصندوق الوصف أسفل الفيديو والرابط بإذن الله حيكون متجدد أي تطبيق يدعم الوجت حيتم إضافته في الرابط فأنصحك تخلي الرابط عندك في المفضلة شيك عليه كل بعد كم يوم وبإذن الله حتشوف الجديد أو تابعني في تويتر وحيكون أول بول أيضا الأخبار هناك يعطيكم ألف عافية بكذا أكون وصلت معاكم لنهاية الفيديو لا تنسونا من لاكو سبسكرايب في القناة وفي أمان الله